يحاول هؤلاء الأطفال التبسم للكاميرا لكن ابتساماتهم تلك لا تعكس الواقع الذي يعيشون هنا مدينة كاركوك حيث تعيش مئات الأسر العراقية في مخيمات ومجمعات للنازحين بلا أمن ولا خدمات ولا دولة تنظر إليهم فهذه المباني الخضراء تخفي داخلها أسر نازحة وعوائل من قضاء الحويجة فرت من جحيم حرب عشوائية إلى مجمع سكني هنا يفتقر لأدنى مقومات الحياة غير أنه يحجب عن ساكنه حر الشمس وسقيع الشتاء ونطالب الحكومة وكاركوك خاصة المحافظ يجي يشوف المسؤولين يشوفون مجمع الصيادة كله نازحين وأي خدمات ماكوا بالصيادة مجمع الصيادة ميها مالح ماهج كارباء ضعيفة ماكوا كارباء مي ماكوا الله كيصال ويوم المكتوع المي حكومة العبادي أعلنت منذ أشهر خمسة استعادة مناطق هؤلاء النازحين في الحويجة لكن وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تشرع بعد ببناء ما تهدم من منازل ولا تأمين عودة آمنة للأهالي الذين ضاقوا ذرعا من سوء الخدمة والأمن في مجمعات النزوح هذه الحويجة أعلن قضاء منكوب لا يصلح للعيش إذ لا يخفى على ناظر حجم الدمار والأذى الذي لحق به جراء الحرب على تنظيم الدولة التي لم تبقي ولم تذر شيئا فيه لا حائط يسند عليه الأهالي ولا سقف يبيتون تحته جعلتها الحرب مدينة أشباح منكوبة كما يقول الأهالي الحويجة منطقة مهدمة لا بها بناء موجودة لا بها محلات لا بها أي شيء متواجد يساعد على العودة ما للنازحين وهذا أغلب المسؤولين راح نساعد النازحين وراح ننطل النازحين وكل شيء ما شفنا نحن لحد الآن ما شفنا إيش الحويجة منطقة منكوبة منتهية رسميا نداءات الأهالي هنا تنضم اليوم إلى سلسلة نداءات من نازحين آخرين توزع على محافظات ومدن عراقية في مخيمات لا تصلح للعيش وجهوا نداءاتهم ومطالباتهم لحكومة العباد وللمسؤولين الذين لا يلقون سمعا ولا بالا لهذه الاستغاثات بل يستغلون حاجة الناس في دعايتهم الانتخابية وطلب المساعدات الدولية والمنح التي لا يرى العراقيون لها أثرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر